وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الأراضي المقدسة عبر الهدف موفد تلفزيون المصري محمد حلمي أهلا بك محمد كل عام أنت بخير نطمئن منك على الحالة الصحية للحجاج المصريين تفضل صحياتي الأكتر من مكة المقرمة من حالة الأيادات الصحية التي بنتهى لإستانبت علىها في 8 ساعة الثالثة فاليوم يوم التشريك الثالي وكان معظم الفجاج من الفجاج المصريين متعجلين وبالتالي وصلوا سيرهم بعد رمي الجمارات على الجسر الذي شهد انتيابية تامة رغم الجحام الشديد الذي شهده أثناء تصعيد الفجاج بعد ظهر اليوم ولكن النتيجة للنزرات التي تتخذها السلطات السعودية من فلالانتشار الشرطي على مدار الجسر الجمارات أدى إلى أن يكون هناك شيئا بالجد هنا العمل هنا في الأيادات الصحية يدري على مدار الجمارات بعد الانتياف العمل بها كما كنت في السياسة للقبر هنا 11 عيادة صحية إلى جانب أربع عيادات مدينة المنورة هذه الأيادات موجودة في سافة الفرادة المضادة لها الفجاج المصريين سواء من الفجاج القرعة أو السياحة أو طبام الابتناعي الأيادات تقدم كافة في المدارة الصحية والعلاجية على مدار الجمارات كما قلت هناك 14 حالة من الفجاج الموجودين في المستشفيات منهم سبع حالات موجودين في المستشفى مكة المصرمة هذه الحالات بيقين مع عمل أشنون قاعدة الفجاجات الجراحية في العظام وهناك تفاكين مع عمل قسطرة طلبية لإحدى الحالات وهناك حالات كانت على العناء المركزة ولكن الحمد لله حالاتها مستطرة نتيجة لمرور الاتفاق من الزافة الطبية على مدار متى ساعات بهذه المستشفيات يبقى حمد حالات في مستشفيات ميناء وحالتين في مستشفى عارفة وسوف يتم نقل هذه الحالات إلى مستشفى مكة تباعا وسوف يتم المرور على هذه الحالات ومتبعاتها أولا من الأول نحين سروجها وتمام شفاها وعودتها إلى أرض الوطن فعلا محمد فكرة الجاهزية والسرعة في التعامل مع الحالات المرضية هي واضحة للغاية في موسم الحج هذا العام إلى أي مدى الانسيابية التي وفرتها الجهات الأمنية السعودية وكذلك الجهات الصحية السعودية ساعدت في مسألة عدد حالات يعني هو قليل طبعا عدد حالات صحية أو مرضية بالمقارنة بسنوات أخرى فعلا نشهد هذا العام عدد حالات مرضية غاية في القلة إلى أي مدى سهلت هذه الإجراءات من هذا العدد الذي أنت تتحدث عنه منذ قليل بالفعل السعودية مهمة جدا يرجع ذلك إلى أن هذا الموسم مستثنائي مقارنة بموسم 2019 والعوامل الماضية موسم 2019 كان عدد الحجاجي إن مليون ونصف هذا العام نتحدث عن من 900 إلى مليون حاج إلى المصدرات الدول الإسلامية ولكن الإجراءات التي تتخذ داخل كما تتخذ في الدولة المصرية إجراءات لتصميم المصابين بالأمراض المزمنة تصميم هذه من خلال التصميم وتتدي كمسوع من مصورات السفر هذا خلل من أن يكون هناك موجود أمراض وزيادة في عدد الوحيات وبالتالي هذه الخطوة تعادت على تقليل عدد المصابين الذين يدخلون المستشفىات خاصة أنه ليس هناك أمراض أمراض مزمنة باستثناء بسامة حالات الغسيل الخلوي التي تم عملناها الغسيل بشكل مستثناء لكن ليس هناك لم يوجد في أي من الفجاج أصحاب أمراض مزمنة كمرضى الكابد الخلب وغيره من الأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة حاصة أن الرحلة المقدسة رحلة مشقة وبالتالي أي إيجاد يؤثر على أمراض المزمنة وبالتالي عندنا نتكلم في هذا الوقت من العوام الماضية كان يصل عدد حالات المصابين داخل المستشفىات من ستة وتلاتين إلى أكثر من أربعة واربعين حالة اليوم بنتحدث على أربعة وعشرين حالة تم خروج إحدى عشر حالة أو حمسة وعشرين حالة تم خروج إحدى عشر حالة أو بطي أربعة وحشر حالة والحالات حالات مستقرة لا يوجد لها مشاكل غير حاجات يعني مضرب متابعة وملحظة لها وصفة تفرج بإذن الله وبذلك الصورات السعودية اتخذت على كافة الأصابة سواء على المستوى الأمني أو الطبي إجراءاتهم غير عادية مغيرة تماما لما قبل خاصة في عملية التصعيص عملية التصعيص سواء لمشعر ميناء أو عرفات أو المزارفة أو العودة كانت هناك رياحية وهناك أداء يوبى به مرونة مرونة عالية وكان الاتبار الحقيقي بالأمس واليوم ونجح بالفعل السلطات السعودية في تصعيص تفك حجاج الغرف الرحمن وخلال مقبولاتنا معظيف الرحمن أن هناك انطباعات نعكد التأكد السلطات على انطباعات الحجاج الذين أكدوا أن هذا العام عام باستثنائي وعام مثالي للقامة الشعال يعني هذا ما نلمسه عند مشاهدة هذا المشهد الذي أمامنا على الشاشة الآن الانسيابية والتميز في التكامل وأيضا فكرة أنه إجراءات ميسارة للغاية للحجاج أشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي كنت معنا على الهاتف